دولياً عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لبحث اختبار إيران صاروخاً باليستياً متوسط المدى والذي وصفته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بأنه استخفاف بالقيود التي فرضتها المنظمة الدولية على برنامج طهران الصاروخي ولم تدفع أي دولة عضو بالمجلس باتجاه اتخاذ إجراء ضد إيران بسبب هذه التجربة التي تمت في الأول من كانون الأول إذ أن أي قرار ذي صلى مآله الفشل على الأرجح بسبب الفيتو ويدعو قرار أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 إيران إلى تخلي عن تطوير أي صواريخ باليستية مصممة لحمل أسلحة نووية وذلك لمدة ثماني سنوات وتقول بعض الدول أن صياغة هذا القرار جعلته غير ملزم لإيران ترجمة نانسي قنقر